المحامي شريف رسمي هو محامي طبعا مسيحي معروف طبعا ونشر صورة الشهيد عسان بدار من شهداء ليبيا ومكتوب عليها بعض التعليقات اللي هي سبحانك يا رب في عيد الشهدة اعصار دانيال يضرب ليبيا والفيضان يبلع بيوت في مدينة درنة ده نفس البحر ودي نفس المدينة اللي استشهد فيها اقباط ليبيا فهو كتب المحامي شريف رسمي ايه الفرق بينكم وبين السلفيين اللي بيشمتوا في اموتكم ومصايبكم من غير موعزكم فين تعليم السيد المسيح اللي قال لكم احب وعدقكم باركوا لعنيكم واحسنوا الى مبغضيكم بصراحة مكسوف منكم ويريد تطلعوا من صفحتي لاني شايفكم متوحشين زي داعش بالزبط طبعا كان فيه تعليقات كتيرة تعالوا نشوف الناس كتبت ايه فيه واحد كتاب له استنى بس هو البصد مفهوش تشفي وانا ما اتشفتش من الاعصار والفيضان وغيره لكني اعرف واصق تماما ان الله ضابط الكل وهو يقود الشعوب ويقدمها لا افرح بل احزن لما وصل اليه الانسان من قتل وتخريب واستفزاز للطبيعة لكني اتعجب ايضا من الهنا ضابط الكل ورسائله للانسان طبعا هي رسالة كأي رسالة محزنة اتطفق جزئيا مع البصد ضد التشفي ضد الموت بأي حال واضع نفسي تحت يدي ضابط الكل اله الكون وإله درنا ايضا شريف كتب اليكم رأي الدكتور غالي الكتاب المقدس سبق واخبر ان هذا سيحدث في نهاية الايام وهذا يحدث بدقة امام عيوننا فالحقيقة تزايد الاوبئة ومنها الكوفيد في نفس وقت تزايد الاعاصير والزلازل والبرقين وموت الكائنات مثل سمك البحر وطيور السماء وحيوانات البرية هو يشهد على صدق الكتابة الذي تنبأ بعكس ما يتوقع اي واحد مع التقدم العلمي الذي المفروض تقل معه الاوبئة ويقل معه موت الكائنات وغيره وليس تزيد هليس من الغريب ان الاوبئة زادت كما قال الكتاب ولن تقل كما نتوقع مع تقدم العلم فالاوبئة ومنها كوفيد تليل على صحة الكتاب الذي سبق واخبرنا بهذا واعرف ان البعض من غير المؤمنين سيقفز مباشرة لادعاء انما باقي الديانات فيها نبوات عن اواخر الايام او عن الساعة ولكن اجيب وضوح اتحدى ان تحضر لي عقيدة واحدة قبل المسيحية ولهدية ايضا لانه كتاب مقدس واحد موجود فيها تفاصيل ما سيحبز في اواخر الايام مكتوبة اي ليس تناقل اقوال شفاهية متغيرة الكتاب المقدس فقط الذي سبق واخبر بطريقة انزارية ان مع ازدياد الشر والشزوز والالحاد وكسرة الاسم وفطور المحبة في اواخر الايام ستزداد الضربات من اوبعة ومجعات وجفاف وزلازل وبرقين وعصير وموت كائنات جماعي وغيرها صار شكري كتبت دي مش ما تصدقني ده الواحد قلبه بيتقطع من اللي حصل بس حقيقة دي حاجة غريبة هل دي صدفة اعتقد لا ده تعجب من اللي حصل ربنا يرحم الجميع ويهون علي عايشين دي فاجعة ما شفناش زيها ابدا ربنا يرحمهم ويرحمنا العالم كله المغرب و تركيا و ليبيا و اليونان وكذا دولة اوروبية كوارث زلازل اعصير مش بس ليبيا ربنا يسلم ويرحم اللي مات ويرحم العايشين امري كتبت له وهو ربنا مجرب بالشرور حاشة ربنا يسترها على كل العالم واحنا منهم بس الناس خنهم التعبير وده اكبر غلط حبوا يردوا الشمات اللي حصلت فيهم لما دولة اوروبية يحصل لها حاجة انا عن نفسي يوم حداشر سبتمبر بتاع امريكا كنت في الشارع لقيت الناس بترقص من الفرحة وده حزني جدا وما زلت حزينة على ليبيا وما حدث من مناظر تدل على جزء من علامات القيامة لكي نصحة ونستيقز ونتوب مؤمن كتب له الاعصار تم التنبؤ به قبل وصوله ولو كانوا اخلوا المدينة وعملوا احتياطاتهم كانت الخسائر قلت انما لو قالوا لهم فيه كفار جايين من ناحية البحر كانوا استعدوا واستنوهم لكن تقول ايه بقى في شعوب درويش ده سبب تخلفنا مريانا كتبت له السادات كان رد السماء اوي عليه بعد احداث سبتمبر هو انا كمان شابتانا فيه القصد ان ممكن يكون مش شماتة على قد ما هو احساس بان ربنا هيرد المظالم فشريف رسمي كتب لها يعني انت شمتانا في اللي حصل في ليبيا قالت له لا طبعا المبدأ من اساسه مرفوض ولا جه في دماغي اصلا الربط بين شهداء ليبيا واعصار دنيال واول مرة اشوف الصورة والتعليق حقيقي ما شفتهاش لكن من التعليقات عندك فيه قالوا ان عدد ليس بقليل مؤيدين الفكرة فانا بفسر باعتقادي في سلامة نيتهم لكن بصراحة بقى انا معتقدة ومصدقة ان اللي حصل للسادات كان رد السماء على اللي عملوه فيولت كتبت الله لا يعاقب احد ولكن دي بتكون نتيجة اعمال وكمان في الظروف دي بتكون واقع ومصير والله هنا بيستجيب ويخفف الكرسى مينة كتب مش لازم يكون شماتة في موت حد بس دم الابرياء ما كانش ببلاش برضو ومن غير اي شماتة في موت اي بني آدم فشريف رسمي كتب له ومش فاه قال له يعني انا منزل الصورة دي بس مش ماتة في اللي ماته ابدا انا متعاطف مع كل واحد مات ومع اسرته وبالاخص اخوتنا المصريين اللي كانوا هناك من السويس بس من جهة تانية في رد الهي قوي بيحصل مع كل مرة بيحصل لنا فيها كرسى كبيرة بتبقى رد الرب يدافع عنكم وانتم صامتون زي كنسة الكديسين والصورة زي مواقف كتير حصلت وجه بعدها رد من السماء نعمة رافض كتبت له مش يمكن ربنا يكون بيخلص حقهم بدل ما هي شماتة فقال لها المحامي الشريف رسمي مش فاهم يا نعمة فقالت له ربنا ما بيسكتش على دم ابرياء حتى لو كانوا من الارض نفسها فقال لها طب والتنين وتسعين مصري من بني سويف ومن ضمنهم مسيحيين دول ايه زبوهم لو ده منطقك غريبة يكون ده فهمك انت كمان فقالت له لأ انا تفكيري ان مقاصد الله لا يعلمها غير الله فهو قال لها بالمنطق ده يبقى الكنيسة اللي بتتحرق على المصلين اللي فيها يستحقوا الحق والتفجيرات اللي بتحصل للمسيحيين والزلزال اللي راح فيه الاب وكورونا وكل الكوارث الطبيعية والمراضية فقالت له لا طبعا بس اكيد كله بازن من ربنا ويتحسبه شهد احنا بنحزن على اي حد يموت حتى لو ما نعرفهوش مستحيل نفرح في موت او خراب سمير كتب انا شفت الفوست ده بس ما اهتمتش بالكلام المكتوب قد ما شدني نظرة الشهيد عصام للسماء وكأنه ناظر الاله هو مجاهز لهم اكليل الاستشهاد الاستاذ صابر المصري كتب دورنا والمغرب وكلمتين على الماشي في البداية الرحمة والسلام لكل ارواح ضحايا كارثتي المغرب ولبي عام 2015 لما حدثت مسبحة العقباط في ليبيا وتلون البحر بدمائهم كنت تدخل الصفحات الاخوان والسلفيين تلاقي كمية شماتة غير معقولة عن تصدر من بشر اسوية ولما قامت القوات الجوية المصرية بتوجيه ضربات لمعاكل الارهابيين اللي قاموا بالمسبحة في ديرنا كان لسان حال هذه الصفحات ازاي الجيش يضرب مؤمنين عشان خاطر الكفار طب هو المؤمن بيزبح اخيه الانسان بالشكل ده ولما المؤمن كده يبقى غير مؤمن يعمل ايه اعتقد هيبقى اكتر سلاما وهدوءا مر الزمن وجاءت سيول ليبيا وكلنا شفنا اللي عملته من ضمار وخراب غير حوالي خمسة وعشرين الف قتيل هل شفنا حد يملك قلب انسان سواء مستنير او ملحد او قبلي طلع وقال يستهلك لا طبعا لان من يملك في قلبه ابسط قواعد الانسانية لا يشمت في موت ولا مرض ولا كارثة تصيب اخيه الانسان اللي بيشمت ده انسان منزوع الرحمة وصل لمرحلة التوحش وانا قاعد اتفرج واشوف اللي بيعمله الصليب الاحمر الكافر للضحايا وعقرنه بموقف احقر البشر اللي همها التدمير والخراب ومليانة قلوبها حقد وغل ده حتى اوطانهم ما ترحمتش منهم فرق كبير جدا لمن يملك الاخلاق ولمن يملك الوضاع زمان لما تم زبح السائحتين النرويجية والدنماركية في المغرب ببشاعة فوق الوصف نفس الكلام شماتة ويستهلوا سافرات كافرات وما فيش حد فكر ولو لحظة انهم بنتين بريئتين لا حول لهم ولا قوة يتمسكوا يتدبحوا بالبشاعة دي ويصرخوا تحت عيديهم ايه الجبروت ده؟ طب ايا حصلت كارسة المغرب وقتل حوالي 6000 شخص غير الخراب والدمار هل من شامت؟ هل حد طلع قال يستهلوا؟ لا طبعا ومرة تانية شوفوا اللي بيقدموا الصليب الاحمر الكافر ده الغريبة الدول اللي منها البنتين اللي اتدبحوا من اوائل الدول اللي ارسلت معونات هل قالوا يستهلوا قتلوا بناتنا؟ لا طبعا لان الانسانية والرحمة فوق كل اعتبار حب الانسان بغض النظر عن دينه واللي دبحته في نظرك كافر لو ربنا شايفه كده ما كانش خلقه الله لا يخلق بشر ليسبحهم بشر اخرين وانت لست وكيلا عن الله هو لو شايف انه كافر ووحش ياخد روحه بطريقة بسيطة اهوا من دبحك ليه اخيرا تظهر انسانية بعض البشر عندما يحتاج اليوم اخوانهم البشر وتظهر حقارة ووضاعة بعض البشر عندما يقع اخوانهم من البشر تحت ايديهم دمتم بخير ايضا كتب ايه الحكاية يعني ما حدش طلع وقال لنا زلزال المغرب وفيضانات ليبيا ابتلاء ام انتقام طبعا مش كوارس طبيعية زي ما بيقول الكفار انتو اي رايكو شاركونا في التعليقات